في شفت في الزمن وبيحصل بسرعة بيحصل في الأسبوع كذا مرة وبيحصل في الشهر كذا مرة ولو أنت مش مدرك عشان كده قال الأزمنة والأوقات مش محتاج أولوكم لأنه لو أنت بتفتح روحك مش بتتبلع في النتيجة أو متتبلعش في الأحداث كده وماشي زي الطور في الساقية مغمض عينك والساقية بتلففك لكن باصص من فوق شوية على الأزمنة والأوقات بتدرك أن فيه حاجة عملة بتعمل شفت سريع في المواجهات فمملكته الظلمة شغالة بسرعة ومملكته الروح شغالة بسرعة ولو أنت مش مميز رجليك بتتحشر لأن التروس ماشي بسرعة وإما العدو بيدركك إما أنت بتسبق العدو إما بتتحرك مع سرعة الملكوت إما بتبقى متباطئ في سرعتك فالعدو يدركك والتروس بتاعة الحركة الأخرى يعني زي ما يكون فيه تروس للملكوت وفيه تروس للحياة وإما تتحرك مع تروس الملكوت المليانة الزيت بتخلي مواتيرك سلسة وماشي بسرعة وبسلاسة وحياة إما بتتباطئ سرعتك فتلحق بيك تروس أخرى تقوم مكعبشة الحياة عشان كده قال صح صحو فالنصحة آية ستة اللي كنا كنت عايزة أقراها فلننم إذن كالباقين بل نصهر ونصحة فلننم إذن كالباقين بل نصهر ونصحة فهو فيه فرق ما بين حاجة عملا بتحصل في الليل ولما الدنيا تليل ففيه ناس بتنام بالليل وفيه ناس بتسكر بالليل وفيه المقابل فيه ناس سرعتها مختلفة لأنه بيحصل فيه شفت في الزمن فنمرة واحد من الآيات دي لا تباطؤ في سرعتك احذر البطء في السرعة احذر البطء في الرتابة اليومية ما تخليش رتبتك المعتادة تبقى هي هي في زمن السرعة فيه حصلها شفت تقولي تنقل إزاي يعني إزاي سرعتي تتغير عشق مع الروح القدس الروح القدس هو العجلات بتاعتك هو البكارات بتاعتك مش محتاجة أذكرك بحس قيال واحد يقولك أطرها عالية دقي كان الروح في العجلات ليه روح القدس بيشبه بالعجلات في حس قيال واحد أن الروح حرك فهو ريح هو نار هو نهر هو دائما متحرك ففي حس قيال واحد الروح كان عبارة عن عجلات مركبات هذه العجلات يعني حركة وهذه الحركة قال لك كده كان ماشية سريعة جداً كالبرق إزاي بطء سرعتي المعتاد يتنقل من البطء الرتيب لي أنا الحياة بقيت ماشية بسرعة لا أقصد الحياة يعني الحياة أقصد الشفت الروحي في مملكة الظلمة ومملكة الرب الشفت الروحي اللي حاصل إن المواجهات تبقى سريعة النقلات في الأرض سريعة مع عالم الظلمة والنقلات الروحية بالنعمة سريعة للي عايز يلحقها المواجهات بتتنقل بسرعة في الأرض استيقاظك الروحي محتاج إن يكون سريع علشان يتنقل مع النعمة لنعمة الزمن وعلشان يتنقل في النعمة فيواجه الشفتات السريعة اللي حصلة في المواجهات أنا بحاول أبطأ أنا حاسيت إن أنا في مواجهات في الأرض لازم تحصل بطريقة روحية بس المواجهات دي عملها بتزداد سريعة ومطلوب الكنيسة محتاجة تقف في مكان مش محصورة في مواجهاتها الشخصية لكن مدركها المواجهات اللي بتحصل في الأرض وفي نفس الوقت في نعمة لنقلات روحية تنقل الكنيسة أعلى سريعة فما بين السرعة اللي في الملكوت والسرعة اللي في الظلمة الكنيسة في بعض أحيان بتعيش في الموت بتاعها وهنا خطورة ما ينفعش تعيش بالسرعة المعتادة مملكة الظلمة سريعة وملكوت الرب سريعة وإحنا في النص لو فضلنا ماشيين بالرتابة المعتادة بالسرعة المعتادة ريمة وعدتها الأديمة بالزقاق المعتاد بتاعنا اللي هو أنا عارف يومي أنا بفكر بالطريقة دي أنا بتحرك بالطريقة دي أنا فلان وعارف نفسي وعارف نفسيتي ببقى محشور ما بين سرعة ملكوت سريعة وسرعة مملكة الظلمة سريعة بصورة خاصة في الزمن السريع اللي إحنا فيه ولأن في سرعة مملكة الظلمة ملكوت الرب مش بيعمل ريأكشن لمملكة الظلمة هو أسرع منها بل بالعكس هو بيسكت لأنه أسرع منها بيسكب نعمة على الكنيسة علشان سرعة مملكة الظلمة تبقى أبطأ من الكنيسة لكن لو الكنيسة فضلت متبطأة الكنيسة بتتحشر في تروس مملكة الظلمة فرقليها بتتكعبل بتتكعبش زي ما يقولك يعني الشبكة بتجيب رجلك باطل تنصى بالشبكة لكل ذي جناح الآية المشهورة في سفر الأمثال ليه؟ لأنه سريع ولأنه مش مربوط باللي بيحصل في الأرض فمرة تاني التباطؤ خطر عشان كده قالهم اللي بالليل بيناموا بالليل واللي بالليل بيسكروا بالليل أما أنتم في أبناء نهار كونوا صاحين ساهرين يعني يعنيكم مسح صحة لأنه حصل شفت في الأزمن فده أول بعد تاني بعد في الآيات دي لازم يبقى فيه مرونة في زقاقك علشان ما ينفعش ريمة والقديم بتاعها يفضل هو الموجود أنا يومي هو يومي أسبوعي هو أسبوعي طريقة تفكيري هي طريقة تفكيري لازم يحصل مرونة في الزقاق بتاعك وهو ده اللي اسمه زقاق جديد بيبقى مرن مش ناشف مش متصلب فيتشق بالخمر الجديد اللي رب يريد أن يسكبها للسرعة الجديد عشان كده تجديد الزهن بيدخلك إلى إرادة الراب مش محتاجة أرى لك رومية 12 مش كده تغير عن شكلكم بتجديد أزهنكم لتختبروا إرادة الراب الصالح الكاملة مرضية من جهاتكم وبالتالي عشان أختبر إرادة الراب في الزمن أنا محتاجة جدة زهني للزمن فشكلي بيتغير للزمن أخطر حاجة في الزمن ده تفضل رتابة اليوم ما أدركش البوابة اللي بتتفتح عشان تنقل من أتموسفير لأتموسفير من تفكير لتفكير من جندية بتنقل لجندية جديدة في حياتي جندية روحية صهر روحي استيقاظ فلا ننم كالباقين بل نسهر ونسح وده مش دعوة للبعض أو ده دعوة للكل رجاء إن ده يبقى لكل لأنه زي ما بقولك الملكة الظلمة متحركة بسرعة وملكوته رب متحرك بسرعة وإحنا في النص يعني ما سرعتنا بتتحرك مع النعمة المتحركة بالبوهبات الروحية اللي بتراها وعنيك مرأباها وتحرك وراها فبتميزها ففي مرونة في يومك ماهو ازاي أنا أبقى أسرع وأنا بحرك نفسي ويومي بنفس الطريقة المعتادة سرعة نفسيتي وسرعة إيماني وسرعة طعطي وسرعة استجابتي وسرعة خلوتي وسرعة الحركة الروحية جواي بتتنقل مع سرعة الملكوت ده مش بمجهودي ده العجلات الروحية دائمان بيدخلني لهذا المكان لو فضلت بنفس الطريقة ما فيش مرونة في زقاقي عشان أتنقل في زقاقي اليوم لبوهبات جديدة ربي صنعها في حياتي بجندية جديدة لأنك أنت بترضي من جندك أنت بتتحرك ورا من جندك فلو جندك أم صفر ولك حنجري دلوقتي بتجري حنسابق الخيل كيف لو أنت بتنهج مع المشاه هتعملوا إيه لما تسبقوا الخيل يعني في بيأتي زمن ورب يقول لك سبيد دوس على زرار سبيد يعني أنت بماشي مع المشاه وبتنهج أنا بطلب منك أنا بدوس على زرار اسمه سبيد فعرفين اللي في واتس أب دلوقتي ممكن تسمع الرسالة بسرعة اثنين فدوس على زرار تسمع الرسالة بسرعة الرب يوم دايس على الزرار دلوقتي في سبيد مختلف ولازم يقف يمرون جوه زقاق بتاعك للسبيد الجديد أو للسرعة الجديدة الرب يستدعيها في حياتك ويدوس لكي ترضي من جندك فهذا ثاني جزء في هذه البعد ثالث جزء في هذا البعد كانوا بيطلب منهم كده أنتم لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كالص جميعكم أبناء نور آية خمسة أبناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمة جميعكم أبناء نور أبناء نهار دي نعمة فبالهم بسوا أنا أتوقع منكم أنكم ما تبقوش كالبقين أتوقع منكم هذه النقلة أنها تحصل لأن هناك نعمة على حياتكم جميعكم أبناء نور أبناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمة فلا ننم كالبقين بل نصهر ونصحة آية تماني أما نحن الذين من نهار فلنصحة فهي حاجة مربوطة بالصحيان والصهر الألرت أن أنا ألرت ألرت يعني مستيقز وده مش بتكلم على صاحي يعني مش نايم ولا صهران يعني صهران بالليل الساعة ثالثة الفجر ده بتكلم على الحالة روحية من استيقاظ روحي يعني مستيقزة فبيحكي عن نعمة معينة لأن فيه نعمة للموسم اللي إحنا فيه ما بنعديش بموسم ما لهوش نعمة ما فيش موسم روحي بنعدي بيه ما فيش مواجهة بنعدي بيها ما لهاش نعمة المشكلة المشكلة أن في بعض أحيان ما بنميزش المواسفة ومنستقبلش نعمة الموسم تسمع فقط من المشاركة دي أنه فيه مواجهة سريعة فيه مواجهة سريعة وأنا محتاجة أعمل حاجة وما تسمعش أن فيه نعمة لهذه السرعة فيه نعمة لسرعة روح فيه نعمة تخليك تخش على تروس الملكوت اللي أسرع من تروس مملكة الظلمة اللي بتطحن لكن تروس الروح بتطلقك بقوة للأدام فبتقاش محشور ما بين الترسين دولا ومش عارف تعمل إيه لكن أنت متحرك في الطريق المقدسة الهايوي الطريق الأعلى ففيه نعمة دعني أقرأ لك آيات أحبها في تيموساوس أنتوا هنا تيموساوس الثانية اللي صاح الأولاني آيات مشهورة أحبها جدا بس زي ما يقول كنت عايز أطلقها في أجواء نفسك وأجواء روحك آية تسعة الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة أنت مش عايش للحياة تخبط فيك أنت في قصد وراء خلاصك خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتدأ أعمالنا بل بمقتدأ إيه في قصد من الرب والأن القصد لازم يحصل في حياتك هناك نعمة لتحقيق هذا القصد لازم تدرك الآية دي ذهبية الآية دي ذهبية أنت مش موجود عشان دينية تفعص فيك ومش خلصك علشان تحضر الاجتماعات هو خلصك علشان يدعوك يدعوك دعوة مش أرضية مش طبيعية مش زهائية عارفين الدعوة الزهائية دي لغة عربية جديدة فمش دعوة زهائية دعوة دعوة سماوية دعوة مقدسة دعوة لها أنت إناءق للكرامة مش دعوة زهى دعوة مقدسة دعوة سماوية لا بمقتدأ أعمالنا لكن بمقتدأ أنه عنده أصد لحياتك أنت إناءق للكرامة مش إناء للخزي مش إناء ليتخبط مش إناء علشان الدنيا تفعها سفي مش إناء علشان يضغط أنت إناء للكرامة نافع للسيد تقول لي بتكررها ليه ولكن علشان أنت تقولها لنفسك أنت إناء للكرامة نافع للسيد أنت مش إناء علشان تعيش تحت الهم أنت إناء للكرامة نافع لما بتعلنك أنت إناء للكرامة نافع لسيد الرب يقوم شايل عنك همك يقول لك أنت إنقل الكرامة طيب أنا أحشيل التراب لأنك إنقل الكرامة إنقل الكرامة نافع للسيد تقول لي بس أنا خزفي أقول لك آه إنقل الخزفي ده إنقل الكرامة إنقل الخزفي ده إنقل الكرامة نافع للسيد بمقتدى الأصد الإلهي بس الأصد مش لوحده بمقتدى الأصد وإيه والنعمة فيه نعمة لتعيي هذا الأصد ما فيش قصد على حياتك ما فيش نعمة عشان يتحقق فيه ما معرفش تفكروا في الآيات ولا تقول لي اه اكيد فيه قصد من الرب على حياتي انه يعمل كذا فيه اه انا عارف ان الرب عايزني يعمل كذا حلو قوي الاصد ده رب عايزك تستقبل نعمة عشان تعمل به هذا الاصد فلو بيقولك انا عايز سرعة عايز سرعة المسيج بتاعتك تبقى مضروبة في اتنين ماشي هو فيه نعمة يشغل المسيج بتاعتك سرعة اتنين انتو هنا فمش بقوتك ولا بقدرتك لانه لما دعاك بمقتدق اعمالك فلما بيقولك انا عايز سرعة جديدة انت ابن نهار ابن نهار ابن نور استقبل هذا النور استقبل هذه النعمة لان فيه الاصد ده بيتم بخلال هذه النعمة فاحد اسباب هذا الاجتماع واحد الحاجات اللي حنصل لها في هذا الاجتماع لاستقبل نعمة هذا الزمن لسرعة هذا الزمن علشان لا نكون متباطئ السمع او متباطئ الحركة او متباطئ الادراك والاعلان او زقاقنا زي ما هو ما بيتنقلش مش مارن زقاقنا بطيق فيه النعمة تخلي زقاقك مش بطيق زهنك يتحرك وعنينك الروحية تتفتح وتبقى في الروح السريع اسرع من تروس العدو اللي بتطحن كثيرين في هذا الزمن احنا ممكن نقول سلاة ونصلي بس انا محتاج انك تدرك المسج لان المسج مربوطة بحاجات كتير مربوطة بالرب اللي يريد من الكنيسة انها تقف على اسوار الارض بس في بعض احيانا لان احنا صرنا متباطئين بقينا بنقف على اسوار حياتنا فاكرين اسوار نحمية في ناس يقولك ده عمل صور قدام مخدعه يعني على قد سريره مش على قد بيته فاكرين بنا صور امام مخدعه يعني بنا الصور قدام السرير بتاعه في ناس بينه الصور قدام بيتهم في ناس بنات الصور من باب كذا لباب كذا ايه الفرق ما بين ده وده وده في ناس عندها الطاقة سرعتها جايبة وعنيها شايفة وفي ناس اه انا ما عنديش غير طبطين حبني بيها قدام السرير لان في هذا الزمن ده زمن بناء الاسوار او القوف على الاسوار حكي بعد دقايق بس انا عايزك تدرك الرب يريدك ويريد الكنيسة انها تقف من اجل اسوار بلا ثغرات اسوار بلا ثغرات ورب يريد سرعتك تبقى بتغطي 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 لان الارض فيها مواجهات كتير هناك نعمة حسب القصد والنعمة التي اعطيت لنا في المسيح يسوع امتى اذا قصد الرب على حياتك قبل الازمنة الازالية قبل ما تتولد قبل ان تصور في بطن الارض في قصد من الرب وقبل ما تصور من بطن الارض النعمة بتاعت حياتك اعدت انت شايفين الاية ولا مش شايفين الاية حسب القصد والنعمة التي اعطيت لنا امتى امتى اعطيت لكي مش بس القصد امتى اعطيت لك النعمة لتحقيق القصد من قبل الازمنة هي جهزة جهزة باسمك في الدولاب بتاعك في الخزنة السماوية اللي باسمك اللي ارقامها انت وحدك اللي عارفها فانت تفتحها وارقامها مربوطة بيهسين واوعين اللي بيحب الاطفال انا بتكلم بجد اما قصدش اهزر ارقامها مربوطة بيك ارقامها مربوطة بايمانك اللي بيخش الى الحتة اللي فيها ذخائر الرب كنوذ الظلمة كنوذ المخابق اللي بيخش الى حتة بتتتبع فيها الرب للخزنة اللي اعدها لك لان الخزنة دي بتاعتك باسمك في السماويات وكل ما بتستقبل منها نعمة انت بتضع فيها اكنزوا لكم كنوذ فين مش عاجبكم ان في خزنة لكم في السما اهو بيقول اهو اكنزوا لكم كنوذ في السما يعني الخزنة بتاعتك انت بتسحب منها نعمة وبتحط فيها ثمر وهذا المكان مكان عميق في الحضور الالهي فبيقولك تتبعه استيقظ فتح عينك انت مش ابن النهاردة انت ابن حضارة وابن تاريخ وابن أسرة أديمة جدا أسرتك أديمة جدا بدية من قام إبراهيم وكل أبطال الإيمان واقفين وراك بيقولك بص حبيبي لن نكمل بدونك ليه تعرف كده تعرف ان إبراهيم واقف في ظهرك بيقولك الدعوة لعلى حياتي مش هتكمل من غيرك اسمك إيه اسمك مجدى اسمك إيه اسمك كاب أين كان اسمك لا مش محسن اسمك وليد إبراهيم يقولك مش هكمل من اسمك من غير وليد لأن اللي بيكمل اسم إبراهيم هو وليد هو قال كده ده مش أنا بقول ده عبرانين حداشر بيقول كده لأنه رأى لنا شيئا أفضل لأن هؤلاء عرفوا أنهم لن يكملوا بدوننا لأن علتك قديمة قوي مليانة أبطال للإيمان ومستنية إدراكك للقصد والنعمة اللي أعطيت ليك من قبل تأسيس العالم من الأزمنة الأزلية اللي في المسيح يسوع علشان تدرك أن القصة مش بسيطة القصة مش خفيفة أنت أنت نقل الكرامة نفع للسيد كمل معي الآية إنما أظهرت الآن هذا القصد وهذه النعمة اللي أعطيت لنا في المسيح يسوع أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي إيه يعني القوة اللي شغالة وراك اللي مليانة قصد ومليانة نعمة ممثلة ليك في المسيح اللي أبطل الموت ما أخذتوش بالكم مربوطين ببعض القوة اللي شغالة ليك القصد والنعمة دي موجودة ليك أظهرت يعني عايز تشوف حجم القصد والنعمة أظهرت ليك أظهرت ليك في مين أظهرت ليك في يسوع إزاي أنه أبطل الموت إذن القصد والنعمة فيها إبطال للموت وأنار ليك حاجة اسمها إيه إيه أخبار خلود معاكم الخلود ده الأبدية الخلود ده الحاجة المستمرة عشان كده زي ما بيقولك عيلتك قديمة جدا لأنها هو أنار ليهم الحياة والخلود في المسيح قبل ما يأتي يسوع فكم بالحري بعد ما جاء يسوع وروح القدس اللي أقام يسوع بقى ساكن فيك أنار ليك الحياة والخلود إحنا عايشين أقل جدا من الوديع المعطى لنا وعايشين أقل جدا من القصد والنعمة اللي أعطيت لنا في المسيح يسوع من قبل الأزمنة الأزلية لأن إحنا مش بندرك مقدار الذخيرة أو الكنز أو المخازن الموجودة لنا في الخزنة اللي بإسمك فما بنخشش إلى هذا المكان وندرك أن الباب تفتح البوابة مفتوحة لروحك للعبور إلى حالة نارية في الحضور الإلهي سريعة مركبات نارية في الحضور الإلهي لما حسقيال المذبي في كرة المذبيين عند نهر خبور اللي هو المفروض يتفشل في دعوته رأى هذه المركبات السريعة وشاف مجد الرب وأكل من الدرج وتنقل بقوة الروح القدس كل ده يحصل في العهد القديم إيه أخبارك عشان كده قال لهم كده استيقظوا ليل أن ساعة لكي نستيقظ ليل أنه لأن في حاجة بتحصل في الزمن الأزمنة والأوقات السريعة المواجهات السريعة وأنا بقول لك قبل الزمن كمان يعني تقولي آه في مواجهات سريعة في الزمن ده أقول لك نون 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 إحنا مشينا على واحد ونص سرعة المسج سرعة المسج بعد كده هتبقى تنين أسرع من دلوقتي أنت تعرفين ما مواجهات سرعة المسج فإحنا مش في المكسيم سبيد إحنا مش في سرعة لأخرها وبالتالي أنا بعدك أنا عايز أحفز روحك لا تكون متباطئ وخلي زقاقك مرن الزقاق المتشبث أو النشف في الأزمنة الأديمة هو ده أنا مع الزمن بيتشأ ليل أن النعمة لو انسكبت عليه بيتشأ والسرعة التروس بتاعة العالم بتخنقه عشان كده آيات سالونيك الأولى الخمسة مهمة جدا عشان كده نتقدم إلى عرش النعمة ننال رحمة نجد نعمة عوناً إمتى يعني في الموسم في نعمة وعوناً في الموسم فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة نجد نعمة عوناً في الموسم ففي نعمة وعون في الحين فدايماً في كل حين لنعمته إيه أخبار الحين معاك في كل حين له نعمة استقبل نعمة الموسم أمين فالسلونيك الأولى قال لنا إيه لنصهر ونصحة في حاجة اسمها السهرين في مرة حكينا عن مستويات الصلاة أو التشفع مش عارف فين في حتة مش عارف في حتة حسقيالتها ثلاثين حسقيالتها ثلاثين هو تعبير متكرر في حسقيال كذا مرة ومتكرر في دانيال كذا مرة اللي هم الرقباء أو السهرين أو الحراس حنبص من أشعية أكتر لكن حنبص من حسقيال لأن حسقيال التعبير واضح كان إليه كلام الرب قال لني يا ابن آدم كلم بني شعبك وقل لهم إذا جلبت السيف على أرض فإن أخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوا رقيبا لهم فإذا رأى السيف مقبلا على الأرض نفخ في البوق وحذر الشعب آية 6 إن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب جاء السيف فهو قد أخذ بزنبه أما دمه فمن يد الرقيب أطلبه أنت يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لباية إسرائيل أنا ليه جبت الأياد آدي متقررة في حسقيال ثلاثة ومتقررة في حسقيال عشرين فمش حلف في حسقيال كتير تعبير الرقيب أو تعبير الساهر أو تعبير الحارس على الأسوار اللي بيرى حاجة من بعيد وبيعلنها في العهد الأديم كان واحد أنا قد جعلتك إيه لكن في العهد جديد الشعب ففي العهد جديد الشعب الرب ساهرين مش واحد ساهر والباقي نايمين فضلوا نصلي في العهد الأديم كان فيه رقيب في العهد الجديد الشعب الرب ساهرين لنصحة ونصهر ما قالهاش للخدام سالونيكي الأولى خمسة أنا جبتلك الشاهد ده لمجرد عشان بس أعمل شفت في العهد القديم دي كان خدمة واحد في العهد الجديد ده خدمة روحك فلا استثناء إن يعني تبقى مفتاحة لا استثناء إنك مميز الأزمنة لا استثناء بوليس قال لها حاجة لي أنا أخبركم عنها يعني المفروض إعنين روحك شايفة لأنك أنت إنسان روحي فعنيك مستيقظة بتروح الشغل بترجع من الشغل بتربي ولادك بتتعامل مع أمور الحياة لكن عنيك مستيقظة إن فيه سرعة حصلة ففيه نعمة حصلة فبتخش إلى عرش النعمة تنهر الرحمة ونعمة عونا في حين ولأن فيه قصد ونعمة على حياتك من قبل الأزمنة الأزلية لأنك مش موجود هنا للدنيا تفعص فيك لكن فيه قوة عبور أبطل الموت أنار الحياة والخلود في ظهرك عملا بتزوءك لأدام فوانت بتشتغل وانت بتفكر وانت بتقود حياتك وانت بتربي ولادك فيه حاجة شغالة في ظهرك مليانة نعمة بتدفعك لأدام لأنك مستيقظة يعنيك مستيقظة فمرن مرن في السرعة لما من جندك بيناديك انت جاهز شعبك منتدب في يوم قوتك منتدب يعني جاهز شعبك منتدب في يوم قوتك أشعية 21 في آيات جميلة أوي في أشعية 21 آيات لزيزة أنتوا هنا مشاركة بسيطة جدا أشعية 21 هكذا قال لي السيد حبص من أشعية على حبة آيات وبعد نشوف نعمل إيه أشعية 21 هكذا قال لي السيد اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى في العربي اسمه حراس اسمه السهرين في العربي كان واحد هكذا قال لي السيد اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى هنا في العربي مش دقيق أوي أنا عادت أقلف مراجع كتير نهاردة صبحية لأن الشاهد جميل بس الآيات فيه فإن رأى ركابا هي مكتوبة رأى في الأصل العبري لو رأى ركابا أذواج فرسان يعني فرسان مشي اتنين اتنين ركاب حمير ركاب جمال فليصغي إصغاء شديدا ثم يصرخ كأسد ده ده الحارس ليخبر بما يرى فإن رأى حركة من حرب من فرسان وجمال ليصغي إصغاء شديد ثم يصرخ كأسد أيها السيد أنا قائم على المرصد دائما في النهار أنا واقف على المحرس كل الليالي هللويا حلوة الأهد دي خلي روحك يستيقظ ليها ويبقى مرن لاستقبالها على مستوى شخصي لأن زي ما اتفقنا في العهد الجديد ده كل واحد فينا أنا قائم على المرصد دائما في النهار وأنا واقف على المحرس كل الليالي وهذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان فأجاب وقال سقطت سقطت بابل وجميع تمثيل آلهتها المنحوطة كسرها إلى الأرض هو الحارس ده شاف إيه شاف مجرد حركة جيش فأم عمل إيه تنبأ سرخ كأسد مرة ثانية آية ثمانية سرخ كأسد أيها السلام إيه اللي اداله الصلاحية أن يصرخ كالأسد إيه اللي اداله الصلاحية أن يقول سقطت بابل إنه قائم على المرصد دائما في النهار وإنه واقف على المحرس كل الليالي هل أنت هنا؟ لأنه مستيقظ فبيميز الحركة فبيصرخ كأسد ويقوم مطلع جمل نبوة سقطت سقطت بابل جابها من فين إنه شاف حركة مرة تاني أراها ما عرفش تعجباكو الآيات دي أو لا بس أنا عجباين آية ثمانية سرخ كأسد أيها السيد أنا قائم على المرصد دائما في النهار ده حضرتك وإنت بتقول تصرخ كأسد ده صوت داخل روحك أيها السيد أنا قائم على المرصد دائما في النهار أنا واقف على المحرس كل الليالي هو هذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان هو هذا شعب منتدب أجاب وقال سقطت سقطت بابل وجميع تمثيل آلهتها يا دياسة وبني بيدري ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به يعني اللي أنا استقبلته في روحي أنا بأعلنه لي لي لأني واقف على المحرس كل الليالي وحي من جهة دومة دومة دي أدوم بس مش عارفت لي بيدلعها هنا بس هي دي حقيقة ارجع وراي يا بوس هتلاقي أدوم هي أدوم بس قرر أنه صرخ إلي صارخ من سعير سعير دي موجودة في أدوم يا حارس ما من الليل يا حارس ما من الليل ويكررها مرتين زي بقول لكم الآيات جميلة أنا فيها سيناريو بيحصل ما بين المواجهة وما بين الوقفين على الأسوار الحراس الصهرانين اللي عنهم مستيقزة وأنا بتكلم مش إنك صهران بالليل أنا بتكلم إن روحك مستيقزة هابدي تسمع وتبدي تشوف ودي صلاتي ليك النهاردة إن عنيك المتكحلة تبدي تشوف وتميز وتسمع لأنك واقف على الصور الروحي بتاعك لأنك مش محشور في طين اليون لكن رافع عينك إلى بعيد فالصورة اللي جواك أبعد من تشابك رجليك اليومي الصورة أبعد للصورة الكبيرة اللي الروحي قدس عايز يفتحها للكنيسة فلا تسكروا مع اللي بيسكروا بالليل ولا تناموا مع اللي بيناموا بالليل لكن لنصحة ولنصحر عشان نعرف القصد والنعمة اللي رب عايز يفتحها لعينيك فما تبقاش مبلوع في طين النهاردة دعوا الغد يهتم بما لنفسه انت ارفع عينك وانزر أول ما بترفع عينك وتنزر بتنتصر على النهاردة ماشي على إيه ماشي على المية انت رافع عينك وننظر إلى القصد والنعمة فتحت رجليك إذا مشيت على المياه لن تغمرك إذا مشيت في النار فلن تلزعك عارفين الآيهات دي فإيه اللي حاصل تحت رجليك مية انت ماشي نار انت ماشي الأخبار اللي عندك الأخبار اللي عندك أنا بعدي بماية الأيام دي مش دي الأخبار اللي عندك مش دي الأخبار اللي عندك أنا بعدي بنار الأيام دي مش دي الأخبار اللي عندك الأخبار اللي عندك اللي حاصل من بعيد طب إيه الأخبار تحت رجليك ما ببوسش لأن لو مية أنا ماشي لو نار أنا ماشي لأنه قعدني المية مش هتغمرني والنار مش هتلسعني هل أنت هنا؟ لأن أول ما تبوصل تحت مش محتاج أقولك في هذه الخدمة أول ما تبوصل تحت بتغرق أو تلفت يمين وشمال لا تتلفت هو قال لك كده في حالة واحدة بس أنت عينك مرفوعة لها لأنه طول الوقت في الحارس ده مش قاعد محصور إيه اللي بيحصل في بيته قاعد محصور إيه اللي بره السور بيحصل وحي من جهة دومة صرخ إليه صارخ من سعير ده أدوم بتسأل الحارس إيه أخبار الليل يا حارس ما من الليل لما تقراه في العبري مش بين بالعربي إيه أخبار الليل يعني أدوم بتسأل الحارس اللي من شعب الرب إيه أخبار الليل وتسأله مرة تاني وحي من جهة دومة أدوم صارخ إليه صارخ من سعير يعني أدوم بتنادي على الحارس يا حارس ما من الليل ما من الليل يعني إمتى يخلص الليل يا حارس ما من الليل قال الحارس أتى صباح الليل بيخلص بس إيه وأتى ليل وأيضا ليل يعني قدامك الأوبشن يما تتحركوا في الصباح يما تتحركوا في الليل الآيات تجنن ملهاش معنى بالعربي بس آيات تجنن الحارس قال إيه أتى صباح وإيه اللي اتنين جايين تحب إيه عندنا كله عندنا نهار وعندنا ليل أتى صباح وإتى ليل إذ كنتم تطلبون فاطلبوا اللي انتم عايزينوا طلبوه في صباح وفي ليل ارجعوا تعالوا فدي دعوة هتفهم حقيقة؟ هتفهم البعد النبوي اللي بيحصل؟ وخلي بالك هذا الحارس ده في العهد الجديد ده مين؟ كل حد ده كنيسة الرب ده كل حد ده روح حضرتك ده استيقاظ حضرتك ده النعنيك مش رجليك مش دخلة في التروس اللي بتكعب الرجليك وبتحشرك في الأزمنة وبتفرهم الأيام ده لأن عينك مش محصورة تحت رجليك مية ولا نار عينك مرفوعة لأنك سهران لأنك مستيقظ لأنك صاحي فلنلبس أسلحة النهار بقى حط بقى الهات اللي فروميا يمكن نفتحها في الآخر فعينك مستيقظة لأن الروح نشيط ومدرك إن فيه قصد ونعمة وفيه النعمة دي ابتلعت الموت وأنارت الحياة والخلود وفيه حركة روحية بتخليك أسرع من اللي بيحصل النعمة الموجودة في هذا الزمن نعمة معجزية لنهار غير عادي لأن في المقابل فيه ليل كح ودي مش نبوة سلبية ما تخافش منها فيه حاجة حقيقية سريعة في الروح القدس ورب عايز ينقل تروسنا وينقل زقاقنا ما نبقاش متباطئين في التروس ما نبقاش نشفين في الزقاق فزقاقنا طري بالدهنة الروح القدس فقادر أنه يومه وطريقة تفكيره ونفسيته ما نبقاش جامد كده فيه ناس جامدة رب عايز يطريك عشان الجلد بتاعك يبقى طري مش ناشف وفي نفس الوقت سرعتك مش هي هي لا بيحرك مركباتك بسرعة دي ايه دي نعمة ففي نعمة لهذا القز فبتطلبها بس اطلبها وكون مرن في ادين الرب أرى لكم آية مرة تانية أنا بحب حقرها لي مش حقرها لكم هكذا قال لي السيد آية ستة اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى مش بحاجة أذكارك بالآيات بتاعة حبقوق مش كده على مرصدي أقف لأراقب لأرى ماذا يقول لي ده في العهد القديم واحد فحسقيال أجعلك رقيبا للشعب لو شفت لازم تقول في العهد الجديد حضرتك كل حد فينا اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى رأى ركاب إن رأى ركاب أزواج فرسان ركاب حمير ركاب جمال فيليزغي إزغاءا شديدا لازم تسمع ثم يصرخ كأسد أيها السيد أنا قائم على المرصد دائما في النهار وأنا واقف على المحرس كل ليالي وذا ركابنا رجال أزواج من الفرسان فأجاب وقال سقطت سقطت بابل وجميع تمثيل آلهتها المنحوطة كسرها إلى الأرض يا دياستي وبني بيدري ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به وحي من جهة دومة صرخ إليا صارخ من سعير يا حارس ما من الليل يا حارس ما من الليل قال الحارس أتى صباح وأيضا ليل إن كنتم تطلبون فاطلبوا ارجعوا تعالوا أشاعة 52 أنا بلف في أشاعة بسرعة الموضوع الموكي ياخد منها أطول أشاعة 52 سبعة ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص القائل صهيون قد ملك إلهك ما أجمل على الجبال قدمي المبشر بالخير المخبر بالسلام المبشر بالخير إذن المبشر بالضلمة والمخبر بالشر رجلي مش جميلة ما أجمل على الجبال قدمي المبشر ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير هذا صوت العنيم سهرانة فلا ننم ولا نذكر بالليل صوت مراقبين يرفعون صوتهم يترنمون معا ليه لأنهم يبصرون عيناً لعين عينيهم مفتوحة وشايفين عيناً لعين رجوع الرب إلى سهيون مهم جداً أن يعنيك ما تبقى الشايفة الضلمة بس جاية مهم جداً أن يعنيك تبقى شايفة الرب جاي مش الرب جاي إن شاء الله وإن كنا هنبص عليها لكن الرب جاي دلوقتي الرب جاي على الأحداث الرب جاي على اليوم الرب الملك قد ملك الرب على شعبه السيد مالك على شعبه مهم جداً ما أجمل قدميك وإنت عينيك مفتاحة لأنك بتراقب الكيطرة أن الرب يملك الأحداث أنتم هنا في القصة مش نكشاف سواد طول الوقت يرفعون صوتهم يترنمون معا دول كل الشعب لأنهم يبصرون عيناً لعين عند رجوع الرب إلى صهيون قد شمر الرب آية عشرة رب شمر كمه قد شمر الرب عن زراعة قدسه أمام عيون كل الأمم فترك كل أطراف الأرض خلاصة إلى هنا أنتم هنا حسناً هل أنتم هنا نروح آية 62 لا يحتاج أتكلم آية 62 آية صاحبة شهور جداً آية 62 خدها بصورة روحية القصد الإلهي على حياتك الصورة الملوكية على أسوارك يا أرشليم أقمت حراساً لا يسكتون كل النهار وكل الليل دولا صاحين دولا ساهرين يا ذكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أرشليم تسبيحة في الأرض حلف الرب يمين وبزراعة ذاته قائلاً الغرباء خمرك التي تعبت فيها لا سلب ولا استنزاف ليه؟ لأن في حراس على الأسوار على أسوارك أقمت حراس لا يسكتون ذكر الرب لا يسكتون ولا يدعوه يسكت حتى يثبت مملكته على كل الأمور ومش مقاصد الرب إن كل واحد بس يبني قدام سريره لأنه مرفوعة فماشي على مية هو مش باصص على المية ماشي على النار هو مش باصص على النار لأن الوعد النار مش هتلسعك المية مش هتغمرك أنت ناظر إلى قصد ونعمة نعمل إحنا سهرانين ثلاث حاجات أنتوا هنا أوكي ثلاث حاجات أول حاجة بتدرك أن في عجلات روحية لمملكة مملكة الرب ملكوت الرب وفي عجلات شيطانية فعنيك مميزة الحالة الروحية أو البعد الروحي في وسط العيان بتاعك أنا هنا كأنني عايزة أقعد على الستيج ودلد الرجلية أقول لك عينيك شايف شغلة شايف فلوس شايف دولار شايف ولاد شايف مواجهات شايف أزمنة هذا كل هذا الفيلم يعنيك محتاجة تطلع لفوق وتنزل لتحت فوق الفيلم وتحت الفيلم لأن في عالم روحي حوالين الفيلم اللي مالي يعنيه كل يوم لو انحصرت جوه الفيلم بتبقى بطيق جداً مع أحداث فيلم عربي ممل أنتو هنا هنا أنا أبو هزر فكلكم ما خدتوش بالكم أنا أبو هزر لو بصيت على الفيلم اللي حاصل حوالين حياتك هو فيلم ممل بطيق مش دي السرعة لأن في حاجة فوق هذا الفيلم اللي انت عايشه حالة روحية في ملكوت الرب سريعة جداً في عالم الروح وحالة تحت الفيلم مظلمة جداً وسريعة برده السهرانين دولة أو المفتحين يعنيهم المستيقزين دولة شايفين البعد الروحي للعيان فشايفين مملكة الرب السريعة وبطلبوا منها نعمة وشايفين مملكة الظلمة السريعة وبيرشوا عليها دم يسوع هتفهم حاجة أنا بتكلم عملي دلوقتي حضرتك السهران دعنيك المستيقزة دي اللي أنا قلتها لك لمدة الوقت اللي فات في الاجتماع أنا تنقلت أنا نقلت الصفحة قلبت الصفحة وببتدي أخش على حاجة عملية أوكي نعنية مستيقزة وشفت إن فيه قصد ونعمة على الحياتي أعمل نمرة واحد حضرتك بتميز إن فيه عالم روحي وراء العيان اللي أنت شايفه فبتتعامل مع عجلات ملكوت الرب السريعة وبتتعامل مع عجلات الظلمة وتبطئها فكي لما الرب أبطأ عجلات فرعون فغرق ليه لأنه لو عجلات الروح محركة الشعب لعبور البحر وعجلات فرعون بتجري وراء الشعب فالرب يريد أن يبطئ عجلات فرعون عشان يغرق وعجلات مملكة الروح تعبور بالشعب قبل ما البحر يغرق عليهم هتفهم حاجة ففي سرعة في الملكوت أسرع من سرعة عجلات مملكة الظلمة ولو الشعب مستيقز وقف في المكان بالعصايا بتاعته عجلات مملكة الظلمة بتبطأ فده دورك أنك تميز العالم الروحي برا العيان اللي أنت شايفه وتتعامل معه تتعامل مع الكنين مع اللي فوق ومع اللي تحت عشان كده بوصفهم كده تتعامل مع النعمة اللي متحركة في مركبات الروح بترقيات وبوابات في هذا الزمن وتتعامل مع الحركة الروحية لإبليس فتبطئها بإعلان دم يسوع فرش الدم ده حاجة مهمة مدرك أن مصارعتك ليست مع لحم ودم فمش قاعد متكعبش في الفيلم أصلي فيه خناقة في الفيلم حبيبي سيبك من الفيلم اللي أنت بتمر به ده فيلم لكن فوق الفيلم فيه بعد روحي للملكوت وتحت الفيلم فيه بعد ظلمة لمملكة الظلمة تعامل مع الاتنين الفيلم بيتغير ما تتحشرش أحداث الفيلم فيها ايه تعامل مع السورس بتاع الفيلم اللي بيحصل فيه العجلات اللي فوق العجلات اللي تحت فتعامل مع الحالة الروحية العالم الروحي رش دم اطلب نار تفاكرين عموس تنزل نار تتعامل مع مملكة الظلمة مسارعتك ليست مع لحم ودم مع أجناد الشر روحية مع رؤساء مع صلاطين فترش الدم وترش نار على كل مملكة الظلمة ابطاء تتنبأ عليها وفي نفس الوقت تطلب نعمة لحركة المركبات الروحية اللي شغالة فوقك دي نمرة واحد نمرة اتنين تكريس قلبك هو مكان استقرار لملكوت الرب ويأتي على الظروف الحالية ويغير الأحداث الفيلم بتاعك الحارس بيعمل ايه نمرة واحد بيشوف الروح فوق الروح تحت نمرة اتنين بيقدم حياته عشان الرب يجد مستقر ليه في الأحداث هل هنا الرب عايز يجد مستقر عالم الروح ملوش مستقر في العالم الطبيعي إلا من خلال الإنسان إبليس ملوش حق في الأرض إلا لو الإنسان اداله حق في الأرض والرب لو جاز التعبير ما بيشتغلش في الأرض إلا لو الإنسان اداله حق في الأرض حضرتك محتاج تدي حق للرب في حياتك وكل تكريس بتديه للرب كل مساحة تديها للرب الرب يجد مستقر ليه في حياتك وده دور الرقيب والحارس إنه يدي مساحة للرب عشان الرب يستقر في الأحداث تكريس الكنيسة في مصر يدي حق للرب في مصر تكريس قلبك في بيتك يدي حق للرب في بيتك تكريس قلبك في بيتك يدي حق للرب في بيتك إذن تكريس الكنيسة في مصر يدي حق للرب في مصر أنت جمال ثالث حاجات يعملها الحارس يشوف الروح يشوف الروح يشوف الروح يقدم تكريس عشان رب يبقى ليه موطق قدم يستقر نمرة ثلاثة هو عمال بينادي تعال عمال بيقول للملكوت تعال الروح والعروس بيقوله إيه عمال بينادي للملكوت ليأتي لأنه مهم ما أجمل على الجبال قدمي المبشر بالسلام اللي بيقوله قد جاء الرب تعال دي مهمة جدا تعال دي تعال هو عمال بيأتي ده مدارع مستمر إلى أن يأتي عمال بيأتي إلى أن يأتي وبالتالي دور الحارس تعال تعال النهاردة تعال هو ده البروزيا رأينا مجيئه مش مجيئه اللي جاي هو عمال بيجي عمال بيجي على عمال بيجي رأينا مجيئه في التجلي فهو جاف التجلي وعمال بيجي كل مرة بيتجلي والحارس الواقف ده عمال بيجيبه عمال بيستدعيه عمال بيقوله تعال وكل مرة عمال انت بتنادي مش بس علميها العميقة عمال بتنادي على الشكينة عمال بتنادي على الرب كل مرة بتجل الرب يتراء الرب اوكي فتلت حاجات عملية عشان كده بقولس الرسول انا بختم حاضر طولت عليكم غلطية فاكرين بقولس الرسول قال انا بتمخد بكم مرة كمان فاكرين قادي غلطية واحد تسعتاش غلطية اربعة غلطية اربعة تسعتاش اولادي الذين اتمخد بكم ايضا الى ان يتصور المسيح فيكم يعني ايه انا واقف على السور عشانكم انا واقف على السور عشان يسوع عمال بيجي عمال بيجي عمال بيجي لما يتصور المسيح فيكم عمال بيجي فبتقف عن أمة عن أرض أنا طلبت رجل أن يقف ويابني جدارا عن إيه عن الأرض لو ده زمن تقف فيه عن أسوار بيتك عن أسوار حياتك عن الفيلم وتقف فوق وتشوف وتطلب نعمة وتبني الأسوار وتشوف تحت وتوقف هو ده الزمن ده زمن لو جاز التعبير كل أسوارك بتتغطل أنا كواقف على أسوار أنا أقمت حراسا على أسوارك لا يسكتون ولا دعوا يسكت ده زمن رش دم على كل حركة لإبليس ورش نار تحرق كل حركة لإبليس وفي نفس الوقت نعمة نزلة في مركبات فوق ومركبات تحت خلي الصورة دي تملك فبتطلب نعمة من مركبات الروحية تطلق سرعة ونعمة على حياتك تحيي القصد وفي نفس الوقت بتوقف هذه المركبات اللي تحت عشان أختم أنا رومية 13 في أسوار لبلدنا بالمناسبة أظن محتاجين نصلي من أجل أسوار بلدنا مع السودان مش كده بين يكونش ده زمن أسوار ده زمن أسوار وزمن ناس وقف على السور رفع أديها حركة الملكوت وتوقف حركة إبليس ده زمن الأسوار زمن التخوم بتاعتك تخوم بيتك تخوم أيامك تخوم خدمتك وتخوم بلدك تخوم دعوتك ده زمن أسوار وزمن لا ثغرات فزمنك مش مبلوع في أحداث الفيلم اليومية زمن يعنيك شايفة ما فوق الفيلم وما تحت الفيلم نختم برومية 13 كمان رومية 13 11 هذا وأنكم عارفين الوقت لزيز بولس متأكد قوي من الناس أهلاً مش بحتاج أقول لكم على الأوقات والأزمنة في تسالونيكي وهنا بيقول لهم أنا عارف لكم عارفين هذا أنكم عارفين الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم ده بيكلم مؤمنين فدولا مش بيكلم غير مؤمنين نايمين ده بيكلم مؤمنين بس مجرد أرواحهم مش سهرانة مش مستيقظة مبلعين في الأحداث اليومية إن خلاصنا مش خلاصنا مش خلاص التبرير لكن خلاص يعني تتميم القصد الإلهي على حياتنا الآن أقرب مما كان حين أمنا فبيكلم مؤمنين بلهم أنتوا لأمنتوا 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 خلاص لكن تتميم الدعوة وتتميم خلاصكم أقرب الآن مما لأمنتوا هتفهم حياتنا؟ فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا قد تناهى الليل تقارب النهار فخلي زقاقك طيع فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور نسلك باللياقة كما من النهار لا بالبطر والسكر هذا الزقاق المعتاد أنا بأكل في الوقت ده بالمضاجع والعهر بالخصام والحسد أنا عندي مشاعر ومقارنات بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات أمين خلانا نصلي مع بعض